الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة شكرا لكم على هذه التغذية التي تقومون بها في هذه اللقاءات التواصلية اليوم اللقاء التواصل المنظم بالجماعة الترابي عين بلال بتاريخ اليوم 11 2021 هذا اللقاء التواصلي الذي يندج ضمن اللقاءات التواصلية التي يقوم بها السيدة رئيس دائرة البهور شكرا على هذه السنة الحميدة التي يقوم بها في الجماعات الترابية الداخلة في نفوذ ترابه في كل قطاع من القطاعات وفي كل مرة في جماعة من الجماعات اللقاء التواصل اليوم المنظم في الجماعة الترابي عين بلال يتعلق بالماء الصالح للشرب تبقى لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا اللقاء التواصلي الذي حضره السيد مدير جهوي للماء الصالح للشرب خريبكا سيد حسين بوبكر وسيد مدير الإقليمي للماء الصالح للشرب بسطات سيد عبدالله الجراري كما حضر هذا اللقاء السيدة النواب البرلمانيون المصطفى القاسمي ومحمد هشامي وكذلك السيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد ممثل جهة الدار بيدا أسطات والسيد القابض المحلي بالبروج كما حضر هذا اللقاء جميع رؤساء الجماعات الترابية لابن مسكين الشرقية وابن مسكين الغربية كما حضره مجموعة من مدير مصالح الجماعات الترابية ومجموعة من الموظفين وأيجال السلطة هذا اللقاء الذي ينديجه ضمن اللقاءات المعهودة والمعمول بها لدى دائرة البروج وهو اللقاء المتعلق بقطاع الماء الصالح للشرب فعلا على أن تدخلات السادة الرؤساء كانت كلها تنصب حول المشاكيل التي يعاني منها ساكنة أي جماعة من الجماعات الترابية خصوص هذه المادة الحيوية ألا وهي الماء فقد تطبق الرؤساء إلى جميع الإشكاليات والصعوبات التي تواجههم لدى الساكنة بخصوص هذه المادة فقد تطبق إلى مشكلة انقطاع الماء الصالح للشرب عليهم في مجموعة من الجماعات كجماعة ابني خلوق وجماعة ضار شافي وجماعة سدي حمد الخادية كما تطبق إلى مشكلة جديد القنوات المتعلقة بالنقل المياه من تانفلت وغيرها كما تطبق إلى مجموعة من الصعوبات التي لا زالت تعاني منها بعد الدواوير بخصوص السقايات والشاطوات كما تطبقنا مع السيد المدير الجهوي كذلك بخصوص الاتفاقية التولاتية المتعلقة بتزوئي دواوير الجماعات الترابية عين بلاد وولاد فريحاء ومشارع بن عبو وقد كان هذا اللقاء لقاء هام النظر لتفاعل التفاعل الإيجابي والجاد من طرف السيد المدير الجهوي للماء الصالح للشرب بخريب وكذلك السيد المدير الإقليمي بالسطاس نظر للإيجابة التي تقدموا بها وهي إيجابة منطقية وفي حدود الإمكان وكذلك الاقتراحات بخصوص المشاكل المطروحة قصد القضاء على جل المشاكل المنطبطة بهذا القطاع كما تقدم السيد السيد البرلمانيون وأكدوا في تدخلاتهم على أنهم سيقومون مستقبلا بالدفاع عن جل جميع الجماعات بخصوص هذا القطاع ألا وهو قطاع الماء وأنهم سيطافعون على هذه الأمور لدى جميع الجماعات أمام البرلمان كما أكد السيد رئيس المجلس الإقليمي دعمه الله مشروط ودعمه العام لجميع الجماعات بخصوص هذه المادة الحيوية وعلى أنه سيساعد جل الجماعات بخصوص هذه المسألة الماء سواء في حفر الآبار أو بناء بعض الشاطوات أو إقامة بعض الثقايات كما تقدم السيد ممثل جهة ضربية السطات كذلك في كلمته وفي رده وفي تدخله على أنه سيقوم بجميع المتطلبات وسيقوم باللازم لدى جهة ضربية السطات بخصوص هذه المادة الحيوية وفي الأخير اختتم هذا اللقاء وكانت مجمل التدخلات ومجمل القضايا على أنه سيكون لها حلا في المستقبل إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم على هذه التغضية نعم على شرف المرسلين ماكم حسن ريحاني رئيس جماعة الدرشافي اليوم نحن نتواجده في جماعة عين بلال في اللقاء التواصل تقريبا هو الرابع اللي هو يدخل في إطار واحد السلسلة دي اللقاءات اللي كيشرف على السيد رئيس الدائرة مشكور اللقاء دي اليوم اللي في جماعة عين بلال كما قلت أنه كيدور على قطاع دي الماء اللي هو قطاع حيوي قطاع اللي عنده الأهمية دي الكبرى اليوم رؤساء الجماعات في اللقاء مع السيد بحضور سيد المدير الإقليمي اليوكالة دي السلسلة والسيد المدير الجهوي كذلك مشكور على العناء التنقل إلى أقصى تقريبا الإقليم دي السلسلة النقاش كانوا فيه يعني الدرسوا فيه جميع رؤساء الجماعة تقريبا حول الإشكالات دي اللي كيعانيوا منها الجماعة ديهم وهي تقريبا إشكالات يعني عمومية يعني عامة يعني تقريبا نفس إشكالات بالنسبة للجماعات كان بعض الاستثناءات يعني على مستوى بعض الجماعات اللي عندها يعني مشاكل يعني ده الطابعة خاص احنا ما تاني في جماعة الدار الشافية عندنا الإشكال اللي ناجينا في في النهاية دي الشبكة دي التوزيع فعدنا إشكال دي القطاعات المتكررة وصلنا هاتشي بالنسبة لسيد المدير الجيهوي والإقليمي فكان كان إن شاء الله واحد المسروع اللي هو تقريبا بواحد مليار وتمين مئة مليون لإصلاح هات الترميمات وكذلك طرحنا حل دي لأننا يتم ربط جماعة الدار الشافية عن طريق جماعة سيد حميد الخادير والحل التاني اللي كنا طرحنا نحنا كجماعة الدار الشافية هو ربط على الأقل دواوير ولا تسمسوا الميسات الميمنات والزيينة والتومي عن طريق المشروع التوليتي اللي يستفت من نوع يبلال ولاد فريحة ومشترا بالعب فعبرنا على أننا لا يعقل أن الحقينا دي لسد المسيرة اللي هي توجد الغالبية دي الكوبرى توجد في جماعة الدار الشافي دواوير ولا تسمسوا للمكاتب ما تبعدش أكتر من من مئة متر تقريبا على الحقينا دي لسد ولكن كنلقاه أن جماعة الدار الشافي ما استفدت من هذا المشروع هذا النقطة التالية اللي تطرقنا لها هي واحد تفاقة شراكة اللي كانت دارها جادة جامعة الدار الشافي مع القيطاع دي للماء اللي فيها وحد تلاتين مليون دي لدرهم آآ طرقنا فيها على أساس أننا يجب ضبط التزامات كل الأطراف و لأننا جمع الدار الشافي وحد وحد هل هي فيبيت المياقبات اللي حطيناها الليоду فيها مئة ستة وتسعين مليون باقي عدنا مئتين وابعة وكمسين مليون خصنا ضبط التزامات كل الأطراف قريبا هي الشطر التاني من هديك unas جماعة الدار الشافي خصنا ضبط التزامات كل الأطراف إلا كينش حاجة خصنا نعطيعها لهم غنا نعطيعها لهم إلا ماكينش خصنا ذاك المبلغ مايologى الدر يúsica يبلغ مئتين وربعة وخمسين مليون ما يبقاش عدنا جامد. يا اما نزيد ونستثمروا في القيطاع ديال الماء واما نحولوه للاحل القيطاع عادخرة اللي هي ديال 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 سيرتو ديال تعبيد المسالك ان شاء الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الاسراء في المرسلين. رشيد نصري رئيس جماعة ديبوهدي. اليوم احنا في واحد لقاء تواصل اللي من بين اللقاء التواصلية اللي تي اعقدها السيد رئيس دائرة البروج. مشكور للاقا التواصلية ديال جميع القيطاعات. واليوم جاء الدور ديال واحد القيطاع اللي هو قطاع حيوي. قطاع الماء. كان لقاء تواصل مع السيد المدير الجيهوي اللي حضر فيه سيد المدير الجيهوي للمكتب الوطني الماء الصالح الشرب. وكذلك المدير الاقليمي. وكل الوفد من المرافقين لهد آآ مدير الجيهوي للمكتب الوطن الماء صالح الشرب. حقيقة اآ كانت آآ أحد عدد إشكالات تقرأ بها سادة رؤساء الجماع الترابية تابعة لدائرة البروش إلى موثث تراب اتوى الضراب ، والأمام لحلات الأوضة إجوادة السيد المدير الجهوي ت youtube ، ف заяв이 présence القرأ بها Jestolit Они известны south af inviting the Nepolar التي تريدون موثث للحديث �ル و vemd真的 ومن خلالها يقدمت السيد المدير الجهوي الجهوي مشكور واحد العرض اللي هو كان عرض قيم على كل ما نجزو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وهذا الاشكاليات اللي جاتت ديال استدار رؤساء الجماعة التربية كل جماعة جماعة وكان المشكلة ديالها ولكن كان تقارب كان تقارب في المشاكل اللي هي يعني هذا مادة حيوية اللي تتهم جميع الجماعة التربية يعني كانت نقطة مشتركة تماما من بين الاشكاليات اللي كان عند جماعة سيدي بومهدي هو انها كانت يبسطت بشغلية تنطلق ان شاء الله في واحد المشروع ديال الربط الفردي للماء الصالح للشرب لجميع الدواوير تابعة لجماعة سيدي بومهدي وكانوا ان شاء الله يعني واحد دعم من الوزارة الداخلية ومن المكتب الوطني الماء الصالح للشرب اللي طلبنا من سيد المدير بشي يزيدنا يعني كانوا عطونا قمدونا بواحد الدراسة الدراسة والتحين ديالها ديال الكوانين اللي كانين قاع في الجامعة ولكن كي المشكلة هو لان الدراسة اللي كانت دارت في 2014 وتمتحين ديالها في سنة 2020 يعني تزادت واحد العداد ديال الكوانين يعني كانت واحد العداد ربما ديال 720 كانون فاذا به جاينا لهذا اليوم مني تطلبوا مننا واحد لوائح الاسمية ديال المستفيدين ان شاء الله من هذا المشروع تنصيبوا الاسماء يعني كتير اللي تزادت تقريبا ما ينهز النسج تقريبا واحد الخمسين في المية اللي تزادت ديال العداد ديال الكوانين اللي يعني من هاد المنبرت مشكور صيد المدير جاوي اللي يقلك احنا معاكم ان شاء الله غادي نحاولوا فيما امكان في القريب العاجل باش نمدوكم بهاد الدراسة اللي غادي نبغيو ان شاء الله ان احنا نقدموها الوزارة الداخلية على اساس الدعم ذيالها اللي غادي ان شاء الله نتمنوا من الله اللي طالبينو منها باش تمشي معنا فاتمشروع ونحاولوا ونخرجوا بشي نتيجة اللي اللي تخرجوا اللي غادي تكون ان شاء الله غادي ترجع بالنفع العامي من الجميع السكان ديالجامعة تليموتي العربي شريعي رئيس جماعة ولاد فارس الحلة اليوم نتواجد في جماعة ترابية عين بلال لحضر لقاء التواصلي اللي في العادة كانت مصيد رئيس الدائرة رفقة المصالح الخارجية التابعة للإقليم اليوم كانت استضافوا موضوع مهم وكانت استضافوا المدير الجهوي للماء الصالح للشرب هده الموضوع اللي يؤرق جميع الجماعات التابعة للبنيمسكين اللي هو الماء الصالح للشرب الماء الصالح للشرب كانت توصيات دولية على على أن على حسن استعمال هده المادة الحيوية اللي هي الماء فالعالم كامل كي يعرف ندرة المياه والشحف المياه الجوفية وكانت تحذيرات دولية كما أن في آخر خطب صاحب الجلال المالك محمد سادس نصر والله سنتين هذه كان يوجه الحكومات على الاشتغال على مادة الماء أو الاستراتيجية المائية للدولة نحن الآن كان طلبوا المديرية الجهوية للإدارة الجهوية المعنية بالأمر لتسهل معنا المأمورية لربط شبكة الماء الصالح للشرب للساكنة دي الجماعة ولاد فارس والجماعة التابعة للدائرة بن بسكين برماتها الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة